في سنة حاجة وتلاتين الف تسعمية حاجة وتلاتين يعني تقريبا بعد سبع سنين يعني أعاد على الواقع دي مئة سنة يعني من تلاتة وتسعين سنة كان الأستاذ الكبير توفي الحكيم كان وكيل نيابة واشتغل في الأرياف كتير جد وصدفته مواقف كتيرة جد كتب المواقف دي في رواية اسمها يوميات نائف في الأرياف والرواية دي نشرت سنة الف تسعمية سبعة وتلاتين لأنه بعد كده استقل من نيابة بقى حصلت حاجات تانية فنشر رواية سنة الف تسعمية سبعة وتلاتين اسمها يوميات نائف في الأرياف بيرصد فيها كل شيء في الأرياف هو شافه من تزوير انتخابات لهابل لجشع لتوغل الشرطة على البلد لتوغل عمد والشيخ البلد والشيخ الغفر مجاعات في مصر ونيلة زرقى عد عليها تقريبا تلاتة وتسعين سنة تخيل ان المشاهد دي خلاص بقت في مصر بعد تلاتة وتسعين سنة المشاهد على فكرة الفيلم دي تعمل الرواية تعملت فيلم وتعملت مصرحية بس تعملت فيلم سعمل الأستاذ توفيق صالح تقريبا تخيل انا هحطك قدام مشهد من الرواية دي عشان تعرف انه السبعة وتسعين سنة دول ولا كأنهم حاجة احنا في نفس المشاهد بص يا سيدي دلوقتي وكيل النيابة جاي لسه صغير واول مرة يعمل تحقيق مع متهم واقعد معه وكيل نيابة اكبر منه او قاضي يعني خبر عنه فوكيل نيابة الصغير دي الشاب لسه خايف ومش عارف يعمل تحقيق مع المتهم المتهم جاي متهم بسرقة كوس دورا او اللهي كوس دورا فكاتب الستاذ توفيق الحكيم وظهر الحاجب بالباب فامرته باحضار المتهم الاول فدخل فلاح كهل فلاح عجوز برز من صدره شعر ازرق اشيب يعني طالع من صدره يعني الجلابية مقاطعم هربدة وصدق رجل بقى فلاح كبير في السن متهم بسرقة ايوه كوس دورا قلت للمساعد مساعد النيابة ان يوجه ما يحضره من اسئلة ولا يخاف وانا اعينه اذا توقف هساعدك مالكش تعوى وجيه له الاسئلة فحمر واجه الشاب المساعد النيابة وتردد ثم تجلد ونظر للمتهم وسأله سين انت راجل انت متهم بسرقة كوس دورا جيم فاجاب الشيخ من جوف مقروح من جوه قوي من جوعي كنت جعان فنظر المساعد الي وقال في لهجة انتصار اعترف المتهم بالسرقة فقال الرجل ببساطة ومين قال ان انا ناكر انا صحيح من جوعي لزلت في الغيط غيط من الغيطان سحبت لي كوس دورا ووقف القلم في يد المساعد ولم يعرف ماذا يسأل والتفت الى يا ستنجدني فنظرت الى الرجل المتهم سألته سين انت يا راجل انت ما بتشتغلش ليه شغلانا جيم يا حضرة البك هاتلي شغل ويعب علي ان كنت اتأخر لكن الفقير منا يوم يلاقي وعشرة ما يلاقي غير الجوع سين انت يا راجل انت في نظر القانون في نظر القانون متهم بالسرقة جيم المتهم قال له يا جنب البك على عيننا وراسنا لكن برضو القانون عنده نظر ويعرف انه لحمه ودم ومطلوب لآكل سين ليك دامن يضمنك جيم انا واحد على باب الله سين تدفع كفالة جيم كنت قالت بيها سين عارف يا راجل انت اذا دفعت كفالة خمسين قرش ضمان مالي هنفرج عنك فورا جيم خمسين قرش وحيات راسك انا ما وقعت عيني على صنف النقدية من مدة شهرين والتعريفة نسيت شكلها انا ما اعرف اذا كانت مخرومة لحد دلوقتي من وسطها ولا سدوها فنظرت الى المساعد وامليت عليه القرار يحبس المتهم حبسا احتياطيا لمدة اربعة ايام ويرعى له التجديد ويتعمله فيه شو تشبيه اسحبه عسكري اسحبه فقبل الرجل يده وجها وكاء زهر وحمد ربه وقال وماله الحبس حلو الحبس نلاقي فيه على الاقل لقمة مضمونة والسلام عليكم المشهد ده كتب وده وفيه الحكيم سنة سبعة وثلاثين او نشر سنة سبعة وثلاثين سوى مشهد لمصر سنة الف تسعمية وثلاثين وربما خمسة وثلاثين يعني بقي كم سنة ويبقى عدى على المشهد ده مئة سنة بالزبط من مئة سنة تزوير الانتخابات زي ما هو مكتوب في الرواية السلطة التنفيذية اللي هي الشرطة بتتجبر على الناس وتلفق محاضر هو اللي حاصل دلوقتي قتل وسرقة هو اللي حاصل لحد الوقتي العمدة اللي هو من الحكومة مسيطر على الفلاحين ولما تعجبه واحدة حلوة ياخدها واحدة وحشة يرميها واحدة جوزها مات واحدة مش عارف ايه هو اللي حاصل دلوقتي هو اللي حاصل دلوقتي وكأنه مصر ما تحركتش من مئة سنة